عفريت محسن موحي الدين عفريت من وهو صغير 8 سنين أنا متخيله هنا في مبنى الإزاعة والتلفزيون شقي مبنى طبعا ملفوف وبيجري وبيعمل أدوار وبيمثل وبرامج وإزاعة وبعدين بعد كده يبدأ يدرس فيدخل معهد العالي للسينما ويبقى مخرج يمكن ما تعرفوش أنه هو مخرج وأخرج بالفعل مشوار مشي محسن موحي الدين بأعمال كتير جدا طول الوقت كان نجمه طول الوقت كان سقي وطول الوقت كان عنده طالة مميزة وده اللي خلى يوسف شهين يعني يبقى هو بطل لسلسلة من أفلامه مجموعة من المسلسلات التلفزيونية لأنه ابن التلفزيون وبعدين توقف أفزال وبعدين عودة محسن موحي الدين بنودوك تاني بشكل تاني لكن لسه الشقاوة موجودة ومارسها في رمضان لما قدم هارون الملكي ودور الفساد مساء الخير مساء الخير أنا شايفة الشقاوة ما انتهيتش أبدا لا عمره ما عزيزتي أهو أكيد يقولك إيه في الدم طبعا ملف الفساد اتعاملت معاه إزاي بقى وفيه ملف سري أهو ده الحقيقة يعني المسلسل ده كتابته حلوة يعني أولا محمود شاب جميل قدري يقدم لنا حلقات تصاعدية يعني مفيش حلقة بتقل عن الحلقة اللي قبلها غير انك بتتفاجئ كل حلقة في مواقف جديدة في حاجات مش متوقعها يعني الأكشن اللي كان فيه كان فيه أكشن كثير اه كان حاجة جميلة قوي يعني الحقيقة فطبعا الورق حلو غير انه طبعا كان معاه حسن البسيلي المخرج شاب برضو لسه أول مرة يخرج دراما بس هو أخرج سلمة قصيرة وكده كانوا الاتنين متفاهمين مع بعض مع طبعا ريمون مقار المنتج يعني كان عامل توليفة حلوة جدا مع بعض